شي مرة سألت حالة غزانة فتحت خريطة العالم وصرت تشوف كل مدينة كيف مقصنة وكيف شكلها وشوفي شي غريب بهالعالم بعد ما سمعت عنه بعد شي مرة تطلعت على أسفل خريطة وسألت حالك هيد القارة يلي علمونا عنا إنا اسمها أنتاركتكا شوفيها؟ شوفي إشي ما خبرونا عنا خليني أحكي عن القارة الخفية اللي فيها إصرار بعدك ما عرفت عنه شي وكل شي بتعرفوا عن هالقارة شي جدا بسيط خلوكم معي لنحكي عن هالقارة الخفية من بعد ما صار العالم قرية صغيرة بسبب الإنترنت بسر هيد القارة رجعت هالقارة توسعت لصارة عالم بحجمة طبيعية لا عم بحكي هيك بأول ديسمبر سنة 1959 تم توقيع معاهدة القارة القطبية الجنوبية ويلي هي وسيئة تمت من قبل الدول يلي كانت بالطالب بملكية حصة بالقارة القطبية الجنوبية وفيها تعهدوا بواقف نوايانهم بأخص حصاثهم إلى أجل غير مسمى من أجل السماح بإقامة الأبحاث العلمية بين جميع الدول لحين تدعو المعاهدة إلى إجراء البحوث العلمية على هيد القارة وكمان بتحرم المعاهدة أي محاولات لاستخراج المعادن من القارة لمدة 50 سنة على الأقل للدول الـ 12 من هيد المعاهدة كانت بداية التساؤلات شو يلي دفع 12 دولة عزمة للتسابق من أجل افتصاب مناطق عسكرية بهيدا المكان يلي وصفوه بالأرض المتجمدة الجرداء وشو هي المعادن الممنوع استخراجها بأول 50 سنة وصارت مسموحة هلأ وشو هو سر البحوث العلمية يلي عم تصير على هيد الأرض من أكتر من نصف قرن وشو قصة الأدميرال ريتشارد ما كانت سنة 1959 بداية القصة بل كانت نهايتها لأن قصة اكتشاف أرض الجنوب الجلدية قديمة وظهرت فيه خرائط المسلمين والصينيين والمستكشفين الغربيين وكانت الخرائط يلي ترك القبطان والجغرافي العثماني الشهير بيري رايس سنة 1528 أول دليل ملموس على وجود أرض الجليد وظهرت الأيام وصولا إلى بداية القرن العشرين لما استطاع المستكشف النرويجي رولد أمونسون من الوصول إلى جبل الجنوب المتجمد وهذا يلي دفع الحزب النازي لإرسال فرق السرية تدعى جمعية أتولا بأوال القرن الماضي ضمت نخبة علماء الأرض مدججة بالخرائط بعضها بعود للقرن السادس عشر وبعضها من حقب الدولة العثمانية وكان هدف هيد الرحلة هو استكشاف أرض الجليد فكانوا النازيين على يقين كامل بوجود أراضي ما بعد القطب وما كانوا النازيين واحدون عم يبحثوا عن سر هيد القر بل الأمريكيين أيضا تحت إشراف ريتشارد أفلين بيرد وهو عميد بحري أمريكي مستكشف للمناطق القطبية الجنوبية والشمالية وطيار وملح قام بفترة بين سنة 1928 و1957 بأعمال كبيرة ويلي هي عملية اكتشاف القرن المتجمد الجرداء أنتاركتكا وتحديدا ب16 فبراير سنة 1947 قام ريتشارد بيرد برحلة الثانية فوق القطب الجنوبي وأعلن برسالة له قبل الإقلاع أنه لازم يشوف هيد الأرض الموجودة ما بعد القطب مرة تانية لأنه اكتشف مع فرقة أمريكية سابقة مساحة عادل أبعادها أبعاد كل من ألمانيا وفرنسا وقام بإعداد خرائط شاملة عنها لحتى وصول سنة 1956 وتغير كل شيء لما قامت بعثة أمريكية بالتحليق مسافة 4300 كيلو متر من القاعد الأمريكي ما كموضل واقع على 600 كيلو متر من القطب الجنوبي واتجهوا لنحو الداخل لمسافة 3900 كيلو متر فشافوا منطقة عبارة عن كتل أرضية موجودة على أراضي مع بعض القطب وهايدا حسب ما ذكر من تقرير البعثة بهذاك الوقت وقام بالإعلان عنا بمقابل شخصية على التلفزيون فشافوا منطقة عبارة عن كتل أرضية موجودة تحت أراضي مع بعض القطب وهيدا حسب ما ذكر بالتقرير البعثة من هذاك الوقت وقام بالإعلان عنا بمقابل شخصية على التلفزيون وهون بتجي التساؤلات إذا كانت أنتاركتكا أرضاً خاوية جرداء مثل ما بيزعمه لا تشارك 12 دولة عزمة للسيطرة عليها ضمن 39 دولة مجتمع ولا انتشرت القواعد العسكرية فيها ولا ممنوع السفر إلى بعض مناطقها الأمر المؤكد أن الحقيقة مش مثل ما عم يتروج عنا على الرغم من كل هيدا الجليد يلا عم بغط القرى القطبية إلا أن تحتوي على المكان الأكثر جفافاً على الأرض يلي هي الأودية الجافية اللي بتوصل معدلات الرطوبة فيها إلى السفر بسبب الجبال العالية والرياح العاتية يلي بتبلغ سرعتها في بعض الأحيان إلى 322 كيلو متر بالساعة وبهذا المكان أيضاً توجد بحيرة فوستك يلي هي أعجوبة من 200 ظاهرة مدفونية تحت الجليد يعني أنه أنتاركتكا بتحتوي على ما يقارب من 70% من الماء العزب الموجودة على سطح الأرض والأمر المثير للدهشة أنه بعض العلماء أكدوا مؤخراً من وجود جدار جليدي ضخم على أطراف أرض الجنوب يطلع على اسم الجبال العابرة وهي واحدة من أطول سلاسل جبال العالم بتشكل فاصل بين شرق وغرب القارة القطبية الجنوبية يبلغ عرضها بين 100 إلى 300 كيلو متر بينما يصل إلى أعلى ارتفاع ما يقارب 4500 متر فوق سطح البحر معظم هذه الجبال مدفونية تحت أكوام الثلوج بينما تظهر منها بقمم وبالوقت نفسه أكدت صحيفة الديل ستار البريطانية على حقيقة اكتشاف هرم غريب في القطب الجنوبي من خلال صورة أذهلت العلماء العالم بعد ما انتشرت سنة 2016 ويحمل أحد الهيائك اللي اكتشفت شبهاً غريباً بأهرامات الجيزة بمصر وفيه سياق متصل كشفة دراسة الحديثة نشرت في مجلس ساينس آدمانس وجود تجويف ضخم تعادل مساحة ثلثة مساحة جزيرة منهاتن بوليات المتحدة الأمريكية وهيضا بقع نهر جليدي غرب القارة القطبية الجنوبية أنتارتكا فهيضا القارة فريدة من نوع من جميع النواحي بما فيها المخلوقات العجيبة فعصروا العلماء على مخلوق غير مألوف ما بيشبه أي كائن آخر معروف للبشر يلي ما زال حتى اليوم عم يحاول تحديد أصله ونظامه الغذائي وتصنيفه من بين الكائنات الحية وتم الاعتراف هذا المخلوق بعد ما تم تسريب الخبر عن طريق أحد علماء الأحياء الموجود بالقارة وبالوقت نفسه اكتشفت بعصة علمية بالمياه القطب الجنوبية عدداً من الكائنات البحرية الغريبة غير معروفة من قبل إضافة إلى مخلوقات أخرى معروفة ولكنها بأحجام عملاق أو كبيرة من بينها مثل أندير البحر بس بأزرع تمتد لنحو ثلاث أمتار ونصف ونجم بحر بعرض ستين سنتيمتر وخلال الرحلية لأطاع أفراد البعث العالمية يلي امتدت لنحو ألفان ميل انطلاعاً من سواحل نيوزيلندا إلى بحر رول قرب قارة أنتارتيكا اكتشفت البعث ثمانة أنواع على الأقل من الرخويات الغير معروفة وفي أقصى الجنوب من جزيرة روز إحدى الجزر المشهورة بأنتارتيكا فيه بركان ريبوس يلي هو بعده نشط يلي بيوصل ارتفاعه لألفان واثمانمائة متر وهو بركان شديد الثوران وبيعتقدوا أنه المسؤول عن العديد من الزرازل من عجاب أنتارتيكا أيضاً الكثبان الرملية الكبيرة يلي بتنوجد بأرض الجنوب المتجمدة أكبر سحرة موجودة بالعالم بجو بارد بشكل لا يصدق مع جفاف وعواصف كما أنه الشمس والأمر بهيد الأرض بتظهب ببعض أوقات السنة وبأشكال غريبة وبتحمل العديد من التفسيرات وهي دا مش كل شيء فهي دا الأرض بتحتوى على معادن نفيسي ونادرة وعلى أماكن مدعسة إنسان من قبل فكل هيدا وأكتر كان سبب كيف لتحافظ الدول العظمى عليها واكتسامها ومنع دخول بعض مناطقه بالوقت يلي تم الإعلان عنه بالإعلام على أنه البحوث العلمية اللي عم تصير بأنتارتيكا هي بحوث جيولوجية بحت من خلال إجراء أبحاث سرية على أراضي مع بعض الجبال بالنسبة لوثائق الأدميرال الأمريكي ريتشارد بيرد وكل هيدا المعلومات يلي تم تسريب بعضها ما هي إلا غايد من فايد عظيم ولا يمكن التكاهم بسر أنتارتيكا الأكبر ولعله السنين اللي جاي حتكشف لنا أمور انخدعنا فيها من قبل لسنين طويلة وبالنسبة لأسرار وثائق القطبين هدا أول جزء فهذا جزء كان مؤدي معنا الأسرار أما الأسرار لح نحكي فيها بجزء الثاني معلومة إضافية صغيرة قبل ما أنهي هذا الفيديو تقدر مساحة كارة أنتارتيكا ب 14 مليون كيلو متر يعني ضعفان حجم أستراليا أقل درجات الحرارة المسجرة بأنتارتيكا هي ناقص 90 درجة مئوية ولكن المتوسط درجة الحرارة هو ناقص 63 درجة مئوية ما تنسوا الاشتراك بالقناة وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير وكومنت وانطروني بجهزة ثانية من سلسة وثائق أسرار القطبين باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة